ثم تمؤشرات توحي بتبلور نتائج القمة الرباعية لوزراء خارجية السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة في لندن حول دعم خارطة طريق للحل في اليمن بيان قمة الأربعة أكد على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالقرار الأممي 22-16 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني كما أن البيان لم يتجاهل التأكيد على أن يتضمن الحل السياسي إزالة ما يهدد أمن دول الجوار في إشارة على ما يبدو إلى ما يشكله الحوثيون من تهديد لأمن السعودية تتركز خارطة الطريق التي تحظى بدعم القمة الرباعية على جملة خطوات تسير بشكل متسلسل وفقا للبيان وما جدده وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية خطوات تبدأ بانسحاب الانقلابيين الحوثيين وأتباع صالح من العاصمة اليمنية صنعاء وعدة مدن أخرى يلي ذلك تسليم السلاح ومن ثم تشكيل حكومة وطنية موسعة الأمر الذي لا يزال يقابله رفض من قبل الانقلابيين فبدلا من أن تبدأ خارطة طريق الحل السياسي بشكل متسلسل من خطوة انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح وقبلها الإفراج عن كافة المختطفين ومن ثم تشكيل حكومة اتلافية موسعة ترفض الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران هذا تسلسل وتريد تشكيل الحكومة أولا لكن خيارات الميليشيات الانقلابية باتت ضيقة ومحصورة خاصة مع إعطاء مهلة الخمسة عشر يوما عبر وزير خارجية الكويت للقبول بخارطة الطريق الأممية المدعومة ببيان قمة الأربعة المنعقدة أمس الأربعاء بشأن اليمن في العاصمة البريطانية لندن وتبدو مهلة الخمسة عشر يوما من دولة الكويت للميليشيات الانقلابية كفرصة أخيرة أمامها للحصول على تسويات سياسية وفقا للخارطة الأممية التي تحظى بدعم القمة الرباعية ذلك لا يمنع أن تكون مهلة الكويت نوعا من إعطاء ماء الوجه للانقلابيين للانتقال بالمشاورات إلى السعودية بعد إعلانهم مسبقا باستحالة قبولهم الذهاب